موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج فقه الحياة يشهد التاريخ الاسلامي ان اغلب الغزوات والمعارك التي قادها المسلمون كانت في شهر رمضان كانت تكلل بالفوز والانتصار من هنا كان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون اغلب غزواته في شهر رمضان المبارك وذلك تقربا الى الله عز وجل وارشادا للمسلمين الى سبيل الاستعداد لاحتمال الشدائد في الجهاد وهنا تجتمع لدى المجاهد الصائم مجاهدة النفس ومجاهدة الاعداء فان انتصر تحقق له انتصاران الاول الانتصار على النفس والاخر هو الانتصار على اعداء الله واذا استشهد لقي الله سبحانه وتعالى وهو صائم ونذكر في هذا الشهر الكريم عبور قوتنا المسلحة لاصعب مانع ماء في العالم وتحطيم خط برليف المنيع في حرب اكتوبر المجيدة التي خاض فيها جيشنا المصري العظيم معركة مصير والتي كانت معجزة بكل المقاييس للحديث حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من فقه الحياة ويساعدنا ان يكون ضيف هذه الحلقة الدكتور عطى عبدالعاطي الصنباطي من علماء الازهر الشريف برحب بحضرتك الدكتور اهلا وسهلا بسيادتك والسادة المشاهدين مشاهدين متواصلون معكم في فقه الحياة ولكن بعد الفاصل موسيقى مشاهدين اجدد التحية بحضرتكم وضيف هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور عطى عبدالعاطي الصنباطي من علماء الازهر الشريف بجدد التحية بحضرتك الدكتور يا اهلا وسهلا بسيادتك سادة المشاهدين دكتور بداية غزوة بدر هي اول غزوة او اول معركة يخوضها المسلمون في تاريخهم كانت في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في العام الثاني من الهجرة ما هي الحكمة الالهية من جعل اول معركة يخوضها المسلمون تكون في شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في البداية كل السعر المشاهدين كل عام وانتم خيروا تقبل الله مننا ومنكم الصيام والصلاة وكراءة الكرآن وسائر انواع العبادات في هذا الشهر المبارك ان شاء الله بالنسبة طبعا لاختيار هذا الشهر المبارك وقد حدثت فيه غزوات كثيرة بين المسلمين وبين غيرهم من اعدائهم على مر التاريخ يعني ليس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط زي ما حدك تفضلت في اول الحلقة طبعا هنا المعركة زي ما حدك تفضلت وقلت ان هي معركة اذا انتصروا فهو انتصر على عدوين في وقت واحد واحنا عارفين ان الجهاد احنا يخيل الى البعض ان الجهاد الاعداء المحسوسين اللي ملموسين ده اصعب جهاد لا اصعب انواع الجهاد وجهاد النفس وهو ده الجهاد الكبير عندنا في الاسلام مش الجهاد الصغير بدليل ان الاية اللي ذكرت كلمة جهاد كبير جاءت في صورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرة وصورة الفرقان مكية فالكلمة جهاد كبير نزلت في مكة ومكة لم يؤذن لهم بالقتال قتال اعداء اصلا فكان المقصود بها جهاد النفس فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر حوالي 15 سنة تقريبا 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة ده يعني بيتقلب على جمر الاعداء وعلى الامهم وعلى تعذيبهم وعلى اتهادهم وعلى وعلى والسيرة والتاريخ مليء بالاحداث وكتب التاريخ وكتب السيرة حبلة بالاحداث الكثيرة في هذا الشأن فالرسول تحمل كل هذا ولم يؤذن له بالقتال ودي طبعا لافتة طيبة الصحابة كانوا يرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال في فترة مكة وفي فترة المدينة معذبين مضروبين بعضهم قتل زي شوفنا السيدة سمية وزوجها ياسر والد عمار بن ياسر المغيرة عزبهم الى ان تم استشهادهم في سبيل الله فهي اول شهيدة في الاسلام السيدة سمية نعم ورغم ذلك كانوا يرجعوا للرسول يقولوا زن لنا ندافع عن نفسنا ودي لافتة طيبة ان الانسان ما يتحركش الا بأوامر القائد حتى ولو كانت اللقطة في الظاهر ان انا مظلوم ومضطهت بس فيه قيادة لي هي اللي اتحركني لان الحروب حروب دول حروب امم وليست حروب افراد او احد الناس وإلا هتكون فوضى نعم وحتى ولو كان الامر في ظهره ان فيه عذاب وفيه اضطهاد وفيه ظلم لنا او لغيرنا بس طالما فيه قيادة هي اللي تعلن الحرب او لا تعلن الحرب نعم فإن كانوا يرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الحالة شدة العذاب وشدة الضرب وشدة الاضطهاد واخذ الاموال واخذ البيوت والاخراج من البيوت الى اخيرة ورغم ذلك الرسول يقول لم امر بالقتال اصبروا لم امر بالقتال اصبروا فهنا طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة فصبروا حوالي خمستاشر سنة تقريبا نعم لا يستطيعوها بشر لإلي درجهم هاجروا وتركوا الوطن وتركوا البلاد من شدة التعذيب وشدة الاضطهاد هنا بعد خمستاشر سنة وبعد ان اصبحت للمسلمين دولة طبعا الخمستاشر سنة كفار مكة او اهل مكة لم يتركوا الرسول حتى بعد الهجرة بقوا يقلبوا عليه اليهود في المدينة بقوا يقلبوا عليه بعض القبائل هنا وهناك يعني لم يتركوا حتى بعد ان ترك له من الهجرة نعم فالعذاب مستمر والاضطهاد مستمر فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد خمستاشر سنة ازن له بالقتال نعم واذا هنا حينما ازن له بالقتال هذا كان دفاعا ام هجوما كان دفاعا 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 نعم والآية واضحة ازن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير اذا الكتاب هنا دفاع وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا هنا ازن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال طالما ان الامر يا امين الله اذا هناك معونة وهناك نصر من الله سبحانه وتعالى فالامر ليس فقط بالعدة او العتاد نعم هذا مطلوب لكن الايمان بالله مطلوب دي نقطة جوهرية فضيلة الدكتور فكرة ان انتصار المسلمين في غزوة بدر لم يكن يعتمد على كثرة العدد او حتى العدد موازي او مساوي لعدد الخصم او العدو وليس لديهم من العتاد ما يؤهلهم لهذا الفوز والرغم من ذلك تحقق انتصار عظيم في غزوة بدر صحيح لا توجد مقارنة ولا يوجد وجه للمقارنة بين الفريقين لان هنا معركة حق وباطل ايمان وكفر عدل وظلم الى اخرة لكن اهل الظلم عددهم تكريبا الف ممن يجيدون المعارك والحروب وهم اعتادوا على هذا واهل الايمان لم يعتادوا الحروب هم كانوا مستضعفين وبعضهم كان من العبيد وبعضهم كان لم يتعود مثل هذا الحال وعددهم تلتمية واربعتاشر والاخر حوالي الف يعني تلت اضعاف تلت اضعاف والعتاد هنا ضعيف لا يوجد اقتصاد ولا يوجد مال دا دولة حديثة وناس ما هاجرة من بلادها ما معهمش لا يملكون اي شيء اصلا حتى يشتري سلاح حتى الا بالكاد من هنا او من هناك لا يوجد مسلحون وهؤلاء من اغنياء المنطقة العربية انزاج يستطيعون ان يسلحوا انفسهم باحدث الاسلحة فكان معهم الطعام والشراب والاسلحة والقوة والتاريخ الى اخرة والعدد لا يوازي العدد والتاريخ لا يوازي التاريخ الى اخرة نعم ولكن كانت هذه المعركة تحديدا ضربة قاسمة للمشركين فضيلة الدكتور اقمع بسبب الايمان هنا حتى ان يعني القرآن يلمح لنا يقول ان المسلمين في البداية ما كانوش يودوا الالتحام كانوا يودوا انهم ياخدوا الغنيمة اللي مع ابو سفيان ويرجعوا بدون قتال نعم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فالمسلمين في داخلهم بيقولوا يا رب ناخد الغنيمة ونرجع نعم وما يحصلش التحام لاننا فيش تكافؤ خالص فبدأ الالتحام وابو سفيان انحزل البحر وغير طريقه واستغذ باهل مكة يجولوا بسرعة حوالي الف من الرجال الاشداء الاقوياء بدأت المعركة هنا القرآن يقول للمؤمنين استستغسون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مرضفين طبعا الالف ده هو واحد من الملائكة يصف في الكرة الارضية انما الالف هنا هو ما بقومش بدور البشرية انما بيقوي قلب المؤمن بيسبته والتثبت ده شيء مهم جدا للمقاتل او للمجاهد وبيضعف او بيوهن قلب الاخر وبيضعف قلب الرعب والخوف ده سلاح قوي جدا زي ما الرسول كان يقول وانصرت بالرعب مسيرة شا ده مش الالف فقط من الملائكة اني ممدكم بالف من الملائكة ده الملائكة كمان ربنا قال لهم ايه ازيوحي ربك الى الملائكة اني معكم ده كمان رب تبعه خلاص ده المعركة انتهت كده من البداية انتهت خلاص باذن الله فربنا هيحفظهم حتى من السيوف وهم بصورتهم البشرية كبشر ويسبت قلوبهم ويوضعف قلوب الاخرين من البعض ممكن يقول ازاي يعني الف من الملائكة يعني المعركة جامده او كده لا مش بينزل كبشر ويمسك سيفوها يحارب انما السلاح تاني الشؤون المعنوي نعم السلاح القوي جدا ده مهم جدا العدو الاخر جاي بغروره وبكبرياءه فربنا سبحانه وتعالى حذر المسلمين يعني انهم يكونوا زيهم لانهم مجون بالغرور بالكبرياء بالبطر فربنا بيقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ففرق بين الفرقين فريق منكسر فريق بيستغيث بربه فريق مظلوم فريق متهد وفريق جاي بغرور وبكبرياء وببطر وبتاريخ وإلى آخرة لا يمكن لا يمكن هنا الفريق ده ينتصر طالما جيب كبرياءه أهم العبر والدروس المستفادة من غزوة بدر تحديدا أهم العبر الإيمان بالله هنا مهم جدا الانكسار والخشوة والتزلل لله سبحانه وتعالى من أهم العبر احترام القائد أو القيادة أو إدارة البلاد أو ما إلى ذلك أيا كان الوضع ده أفضل من تشرزم الأمة أو تشرزم الدول أو إلى آخرة يعني شفناها في اللقطة وهم في قمة التعذيب والاضطهاد ورغم ذلك لم يخرج واحد منهم على رأي الدولة اللي هو منتمي لها بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حينما جاء الإذن بالقتال وهم جنود نعم يعني مش أفراد عاديين ما يبالونها بالأفراد العاديين إذا كان دول مش من حقهم يتحرجوا غير فطبعا الأمر الثالث أو الرابع إن الصيام هنا شكل الإنسان المسلم زي ما القرآن عايز بالزبط لأن احنا عندنا الشريعة الإسلامية تفترق حتى أو تختلف عن القانون الوضعي بنشوف الشريعة الإسلامية سيادتك هي اللي بتشكل المجتمع بالرؤية بتاعتي هي عايزة مجتمع مثالي صادق كذا مفيش فيه توحش مفيش فيه عدوانية كله رحمة وكله سلام وكله هي اللي بتشكله والرسول تعب الثلاثر سنة في مكة عشان يشكل هذا النموذج القانون الوضعي ما بيشكلش مجتمع القانون بيعبر عن اللي المجتمع عايزه يعني مجتمع متشكل بعرفه بحاله بس يقولها صغدى في صورة قانون ولذلك بيتغير كل شوية كل ما الأمزجة تتغير كل ما الحال مجتمع نموذجي فمش محتاجة تغيير بعد كذا وزاك الشريعة صالحة لكل زمان ومكان عشان الجزئية دي فهنا الصيام والعبادات والأحكام اللي الشريعة جات بها شكلت لهذا المجتمع المثالي اللي إذا خاض حرب ينتصر فيها بإذن الله تعالى إذا يعني ده همه عدو يقدر يثبت ويقدر يقاوم يقدر يتحمل الشدائد يقدر يلتزم بقيم الأمم الراقية زي ما شفنا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحوال المختلفة نعم فكانوا في الصيام الصيام شكل لهذا الإنسان وده يعني أتمنى طبعا أو أضيفها دلوقتي بعد إذن سيادتي يتفضل إن إحنا كمسلمين صايمين فبنركز على الأكل والشرب وزي ما بنقول في الصوم حتى العلماء بيعلمونا كده يقولوا الصوم الإمساك عن شهوتاي البطن والفرق ده صوم بيولوجي نعم الجسم بس لأحنا ما وصلناش بقى للمرحلة التانية والتالتة في الصوم لأنه زي بتوع التنمية البشرية ما بيقولوا أنا عايز أدخل الكرسي التاني بتاع الصوم اللي الرسول علمه للصحابة وهم ما كانوا فيه ما عودش أشغل الوقت طب يا دكتور ياريت حضرتك يعني تذهب بنا إلى الدرجة التانية والدرجة التالتة من الصيام بعيدا عن الصيام البيولوجي أما الدرجة التانية اللي هي بقى اللي قالها أبو حامد الغزاري وغيره من علماءنا قالوا بيسموها صيام الصوم الأول البيولوجي ده بتاع العوام نعم الناس اللي لسه في كيجي وان ندخل بقى المستوى الأعلى قال صوم الخواص ايه عبارة عن صوم الخواص احنا في المرحلة الأولى اللي بيبطل الصيام اللي عضوين اتنين دول بس نعم لو عضو ثالث عمل حاجة غلط ما بقولوش صومك بطل نعم حتى لو شاف حاجة غلط بعنية أو حتى مد إيده على شيء بقولو صومك صحي مع الاسم أنا ما بقولوش ده الصوم بطل المستوى التاني بيقول لي لا صوم الأعضاء كلها فلو دخلنا المستوى الثاني وشاف حاجة غلط بعنية أو استخدم لسانه في غيبة ونميمة أو سمع ما عرفش ويجي يقول لي حكم صيامي ايه حقوله في المستوى التاني صومك بطل نعم بتعيد اليوم ده تاني ما قدر شافت قفتل اللي في المستوى الأول قفتهم سيامه بطل لمجرد النظر بناء على المستوى التاني نعم ما تمشيش ومشي قبلها نعم هقول انت بتجيب الكلام ده منين وانتو بتشدده فمش هيتحملها أصلا إنه مش مهيئ إنه ويدخل في القرص أو المستوى التاني نعم الصحابة كانوا في المرحلة دي وفيه بقى المستوى التالت اللي هو أعلى من الاتنين بس ما ده اكتازي الأول ده احنا حتى الآن في الأول ما اكتازناهوش نعم أو على الأقل مش الكل يعني ده أغلب الأسئلة هتلاقيها أنا نسيت وتصحرت متأخر لا بادري لا حط مش عارف إيه في سناني لا سواج بعد الظهر لا بعد مع جنق أسنان شطفت مية دخلت مية إلى آخر خدت حقنا هنا كلها في الجسم البيولوجي العضوين الاتنين شهوتاي البطن والفاق فالمستوى التالت بقى أبو حضر غزائي بيسميه صوم خواص الخواص نعم اللي هو صوم القلب نفسه عن طوارد الخواطر ما يجيش فيه خاطر وحش أصلا يعني مجرد خاطر ما بجيش مجرد تفكير حتى ده مش موجود بتوعي المستوى التالت لو سأل لو جيه وقالي ده قلبي ورد فيه بس كذا إن أنا شوف حاجة صومة باطر بتاع المستوى التالت نعم فهنا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تعب في تربية المسلم وصله يمكن للمستوى التالت اللي شوفنا فيه سيدنا أبو زر يضع خده على التراب مجرد أنه يقول لسيدنا بلال كلمة واحدة ويقول له يا أنت أسود أو كذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم فسيدنا بلال سيدنا أبو زر يضع خده على التراب ويقول له لله لن أرفع خد حتى تطأه بقدمك يا بلال فوصلوا المرحلة دي من الأدب العالي فدول اللي وصلوا لمستوى الثالث فدول يفتحوا الدنيا ده جندي جاهز بقى متضرب من كل ناحية إرادة كاملة همة روح عالية كل شيء مش صيام بيولوجي فقط والهمة ضعيفة صيام بيولوجي زي قطيع الغنم الناس صايمة دان معاهم وقضيها نوم لا ده صيام صيام ولذلك كانوا بيغلقوا المحلات وغيرها وبيستعدوا بقى للشهور دي بالعبادات وليس بالمكسرات أو بالأكل أو بالشربة أو بالترتبات دي كلها كلها حيات للأجسام إنما طبعا بيستعدوا بقراءة القرآن نحن عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعد قبله بشهر يصوم شهر شعبان كما في الروايات يصوموا كامل أو يصوم أكسره وكان يقول زاك شهر يغفلوا عنه الناس وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عمل فيه وأنا صحب فالرسول كان بيستعدله بالصيام وليس بالمكسرات أو الأكل والشرب والموائد إلى آخر ده مطلوب بس الإصراف فيه أو الزيادة فيه ده مش مطلوب بالنسبة لنا كمسلمين فهنا المسلمين اللي الرسول أعدوهم الإعداد الجيد وصلوا المستوى الثالث في قمة اللياقة البدنية والروحانية والإرادة والهمة لو طلب منهم أن يعبروا البحار بدون سفن كانوا عبر الله طب فضيلة الدكتور ربما يذهب البعض مننا إلى أن الصيام بيضعف القدرة البدنية للإنسان يعني بيكون في حالة استرخاء أو إرهاق نتيجة عدم الشرب مثلا في حين أن هؤلاء خاضوا معارك دارية وهم صائمون هذا صحيح إزاي نصل إلى هذه المعادلة إلى هذه الروح السيسلم أو البرنامج إحنا ما نطبقوش كما يجب يعني لو بصينا فيه معادلة للجسم ومعادلة للروح الصحابة كانوا يطبقوها كويس جدا الرسول علمهم أن هما من السنة تأخيروا الصحور إذن حق الجسم هو هيأخر الصحور قبل الفجر قليل ما يتصحرش ما يفطرش جامد وبعدين يجي وقت الصحور مش عالي فيتصحر فييجي على الصبح يلاقيه جاعة حالس هو تلبس بوقت الصوم ما عادش يقدر يخرج من وقت الصوم فطبعا هنا الصحابة كانوا معتدلين سلوا صن لطعامك فيفطر بطريقة معتدلة يصلي مع الرسول يكون هضم الطعام إلى آخره يبدأ يصلي كيام الليل إذا كان هيصلي لوحده لأنه ما كانوش بيصلي وطرقوح أيام الرسول جماعة إلا يوم أو اتنين فطبعا هنا يجي وقت الصحور يبدأ يتصحر فيتصحر كويس يأخر الصحور ويعجل الإفطار نعم يبقى إذن كان يا دوب المغرب يدد يفطر ولو على طمرة وبعدين يبقى يصلي ويكمل إلى آخره نعم فهنا طبعا السيستم هو حق الجسم فالجسم ما يشعرش زائد إن الهمة والإرادة اللي تشكلت إنه هو مع ربه إنه هو في هذه الحالة من الروحانيات العالية إنه هو في حالة همه الآخرة همه مشغول بالقرآن الكريم صاحب الحفلة بتاعي لأن رمضان ده عبارة عن شكر الله أصلا ده هو مش ده إحنا بنشكر ربنا في رمضان بنشكر ربنا في الشهر ده هو عايزين نقوله شكرا إنت جبت لنا كتاب هداية إحنا كنا من غيره هنلبس في حياته هنمشي غلط يمينه وشمال ده هو معنا وبنعمل غلط أما من غيره كمان كنا نعمل إيه ما هو ما إحنا بنشوف أمه ما هي حتى الآن بتعبد اللي بعبد حجر واللي يتصرف غلط إليه هنا أو هناك فربنا أرسل لنا الكتاب ده ينور لنا الطريق فعايزين نشكره فربنا قال تصومه الشهر ده ودي برضو نعمة حتى الصوم نفسه مفيد لصحة الإنسان وإحنا سمعنا وبنسمع حتى الآن نعم إيه الفوائد منه فطالما أن الصوم ده شكر لله بنشكره ليه على النعمة اللي جابها لنا اللي هي القرآن يبقى إذن ده شكر لله على نعمة القرآن يبقى القرآن هو صاحب الحفلة هو صاحب الليلة كلها طيب إزاي ييجي شهر رمضان وأنا ما أكونش قراءة القرآن مرة واثنين وثلاثة وقاعد مع صاحب الحفلة عمالها النأو وعمال يعني أمال لعناية منه وسامعي ولساني وقلبي وكل جوارحي مع هذا القرآن في هذا الشهر لأن ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه فالشهر قرم بسبب صاحب الحفلة دي نعم ليلة القدر نفسها قرمت بسبب صاحب الحفلة فأنشغل بالليل وأنشغل بالشاه وأنشغل بالمائدة وأنس صاحب المائدة ده طبعا مش من العقل يعني نعم فما يقول إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة فكل من سيضيف نفسه إلى القرآن فسيرتكي مع هذا القرآن وهو كلام الله نعم فضيلة الدكتور فتح مكة كان في الثالث والعشرين من شهر رمضان وكان في العام الثامن من الهجرة كان فتح مكة يمكن من الدروس العظيمة للأمة على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أريد من حضرتك توضيح هذا الأمر فتح مكة وأهمية فتح مكة للدولة الإسلامية وأيضا كيف تعامل الرسول بكرم أخلاق مع أهل مكة وهم صائمون المسلمون وهم صائمون شوفوا بقى حضريك الفرق بقى بين المسافة هنا غزوة بدر السنة التانية فتح مكة سنة سامنة نعم ست سنوات فرق غزوة بدر رغم أنها كانت بين بكة والمدينة عدد المجاهدين زي ما قلت تلتمية تقريبا واربعة عشر واربعة عشر نيجي فتح مكة وصلوا عشر تلاف نعم عشر تلاف طبعا غزوة بدر كانت زي ما ربنا سماها فرقان فرقت بين الحق والباطل وبدأ المسلمين بقى لهم رهبة وكوة كانوا مستضعفين قبلها نعم بدأ الناس تدخل في الدين بس مش بنفس العدد ومكة بارده مش ساكت فترة ده عداوة ده يعني خصومة شديدة وفق فجور كمان نعم فبدأوا يقلبوا على المسلمين كل القبائل كان فيه صرح الحديبية قبلها بشوي هما ما احترموش نقضوا العهد فكانت فيه قبيلة اسمها بكر وقبيلة خزاع تقريبا فهم الرسول كان مع القبيلة التانية وهم قلبوا القبيلة دي على القبيلة دي نعم فنقضوا عهدهم مع الرسول رغم أن العهد لا تعتدوا على الرسول ولا على من معه نعم ونفس الوضع هما بقى اعتدوا وقلبوا القبائل على بعضه ودخلوا في خط الحروب دي تاني مرة تانية فهنا هما اللي نقضوا العهد هنا أزن للرسول صلى الله عليه وسلم لقد صدق الله رسوله الرؤية بحق لا تدخلونا المسجد الحرم إن شاء الله هنا الرسول خد عشر تلاف وطبعا الرحلة طويلة ورحوا هم صائمين والجيش اتحرك يوم عشرة هو الفتح يوم 23 فتقريبا أسبوعين في الطريق 13 يوم إلى آخر يعني بناءا على المواصلات قديما نعم فخدوا حوالي 13 يوم صيام المسلمين صايمين ودي لافتة تانية ناخد بالنا منها كويس جدا أو فتح مكة أيضا في الصيام كان ربنا قادر يقول له مثلا تروح في شعبان نعم أو في شوال بعد ما تقضوا يعني ما مش مجبرين ولا حاجة ما فيش عدو ده من المدينة ولا حاجة نعم إنما الإذن جه الفتح في شهر مكة لأنهم في كامل القوة البدنية وهذا يعني رد كافي على من يقول بأن الصوم يضع في البدن نعم الصوم قوة وصحة حقا ده المعدة بترتاح الجسم برتاح وأمراض القولون وغيره ده كله بنته في شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى نعم فهنا دخلوا العشر تلاف وهم صايمين والرسول قسم الجيش جيش طبعا هو مش جيش ده وداخل فاتح وليست غزوة كتالية بدون سلاح يعني يا دكتور معهم صحة بس لا يرفع نعم لا يرفع فطبعا هنا قسمهم سعد بن عبادة على مجموعة سيدنا علي بن الولد عبي طالب مجموعة سيدنا خالد بن الولد مجموعة إلى آخرة حول ثلاث أو أربع مجموعات نعم فقابلهم سيدنا العباس كان مهاجر للمدينة هو أسرته فالرسول رجع معه سيدنا العباس لمكة تاني والأسرة كملت للمدينة نعم هجرة ما كانش فطبعا هنا وهم في الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل مكة بقى قبلها بليلة أمرهم بقى للليل كده إنهم يوقدوا نار كبيرة فأهل مكة عرفوا العدد الضخم اللي داخل على البلد ده وشافوا المنظر فدخلهم الرهب نعم وهم عارفين عميلهم اللي عاملينها في دول بقى لهم يعني فوق الخمساشر سنة نعم فوق الخمساشر سنة فده جيه يوم التصفية للحسابات فالرعب دب في قلوب أهل مكة جميعا فالمهم إن الرسول دخل وأمر أصحابهم حدث يرفع سلاح فيش نقطة دم توراك في هذا البلد الحرام وفي وطنه ما فيش نقطة دم توراك نعم رسول أمرهم تماما فيه واحد بس أخطأ في لفظة اللي هو سيدنا سعد بن عبادة وهو على اللوة بتاعه أو على المجموعة بتاعته طبعا هو مصرور إنه داخل وهيسأر بقى وكده فقال هذا اليوم يوم الملحمة يعني الدماء هتسير فيه بقى وهناخد حقوقنا كلها هذا اليوم يوم الملحمة هذا اليوم يعز فيه أهل الإيمان ويزل فيه كفار وتزل فيه كريش نعم فالرسول وصلت له المعلومة على طول عزله بالراحة وبرضه عشان ما يحصرش شك في الصف سيدنا سعد بن عبادة شخصية كبيرة ولا ابنه أو عين ابنه بدار قال له روح أنت بدل ولدك لأنه الدنيا هي رخبط فابنه تولى هو القيادة والرسول بدل اللفظة بلفظة وقال لهم قولوا هذا يوم المرحمة نعم يوم يعز فيه أهل الإيمان ويعز تعز فيه كريش لا دا ولا دا احنا مش جايين لإراكة الدماء ولا احنا متوحشين ولا عدوانيين ولا عندنا غل ولا المسائل الإنسانية لأن الرسول ربهم تربيع حرورة نعم الجانب البدني والجانب الروحي وعاد فيه سلام نفسي وسبات انفعالي وتوازن في الشخصية فكادوا يصلوا إلى الملائكية كادوا يصلوا إلى الملائكية نعم الأحداث كثيرة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخلها ومعاهل عدد ده وأهل مكة رجلهم زي ما بنقول بتخبط في بعضها ومرعوبين وطبعا هم متذكرين اللي عملوه كله والأيام اللي احنا بنساوب منها أيام كذا عملوها في دول فالرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يخرجوا لقتال الرسول وأبعا هم لم يستطيعوا لا يستطيعون في هذا الوقت قوة جيش المسلمين في قوتها أو في كمتها في هذه الفترة الزمانية نعم لأنهم كانوا يعني اتدربوا على غزوات كثيرة وبقلوهم صيت في المنطقة فبيفتحوا أي مكان يدخلوه فالواحد منهم أصبح بألاف هذا يعني فهنا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو داخل القائد المنتصر اللي محدش قادر يقف قدام بيوشه ورغم ذلك هو متذكر ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وصاحب رسالة هو مش جاي يشفي غليله أو إلى آخر أو ينتقن أو ينتقن فالرسول بيقال إن جبهته الشريفة كانت تلامس ظهر الدابة التي يركب عليها تلامسها من تواضعه وخشيته من الله وانكساره وتزلله وعلمه أن كل هذا هو من الله سبحانه وتعالى هذا العون كله وهذا التوفيق وهذا السبات وتأليف القلوب وما وصل إليه من نتائج أرجعه إلى نولاه فلم يتكبر وتجرد من نفسه ومن ذاته ومن حوله ومن قوته وأرجع كل شيء إلى حول الله وكوته ودخل مكة ودخل في جوف الكعبة واخرج ما فيها من أصنام وكذا ونظفها والأصنام التي كانت فوقها أيضا نظفها وكان يقول وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم خرج في الخارج الكعبة أو خارج بيت الحرام فوجد أهل مكة يكفون مثل الأسرة يريدون أن يستغيثوا به أو يستنجدوا به أن يعفوا عنهم لأن الجيوش حولهم من كل مكان سيقطعونهم إربا فالرسول سألهم سؤالا كأنه هو طوق النجاة وكأنه هو الإجابة وكأن فيه المخرج أو يعني يعني الرسول لا أريد أن أقول يغشيشهم لا يوحي إليهم يعني أن يقولوا كذا فقال لهم ما تظنون أن نفاعل بكم هنا اللغة تغيرت كانوا في البداية عتل بعد ذلك زنيم وبكبر وساحر ومجنون وكذا 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 إلى آخره هنا قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم وابن أخ كريم فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم طرقا وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من كرمه الشريف ومن أدبه العالي ومن خلقه العظيم سألوه هل تذهب لزيارة بيتك الذي تحن إليه في بلدك وكذا وكان ابن عم لم يكن دخل الإسلام عقيل ابن أبي طالب كان قد استولى على البيت كان كل واحد من الكفار استولى على بيته من بيوت المسلمة نعم فالرسول قال وهل ترك لنا عقيل من ضر بأدبه ولم يشأ حتى يطلب البيت هو اللي جاء للرسالة عظمى ولم يحارب للبيوت أو للأموال أو لكذا أو لكذا صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فضيلة الدكتور في التاريخ المصري أيضا نموذك في الفترة المعاصرة التاريخ المعاصر يشهد حرب أكتوبر عام 1973 في هذه الحرب كانت أيضا في شهر رمضان المبارك كيف كان الإيمان سلاحا في يد المسلمين استخدموه في هذه المعركة وحققوا أيضا انتصارا غير مسبوق وكان معجزة بكل المقايز هو تاريخ المسلمين كل الحرب التي دخلوها في رمضان انتصروا فيها كل الحرب التي دخلوها نعم حتى يعني حطين صلاح الدين في سنة 583 هجرية تقريبا ويعني وقدز هزم التطار أيضا المغول والتطار هناك في إنجلوت لهذا سنة 657 تقريبا فصلاح الدين في 583 حزم الصغربين أيضا واستطاع يعني أن يطهر بلاد العرب منهم حتى وصل إلى بيت المقدس ونصره الله عليهم في شهر رمضان كان الانتصار وكانت حرب شرسة وصعبة جدا للغاية وفيها أحداث كثيرة يعني تحتاج إلى وقت ووقت نعم كوتوز أيضا وبيبرس يعني هما من بلاد وسط أسيا تقريبا قزاكستان أو هذه البلاد أيضا يعني بعد أن دخل المغول بلادان هؤلاء جاءوا من الشرق يعني صلاح الدين قبل 50 أو 70 سنة طهر منطقة من الصلابيين ولكن كانت هناك جيوب لبعض الصلابيين يعيشون في مناطق بعيدة على البحر أو هكذا لكنه دخل حتى وصل إلى بيت المقدس ولكن بعض الصلابيين قابع أيضا موجود جاءت هذه المرة من الشرق ليس من الغرب فهؤلاء المغول أو التطار جاءوا من هذه البلاد ويعني أسقطوا الخلافة العباسية وصلوا إلى بغداد وأسقطوها وقتلوا خلق كثير ودمروا البلاد حتى وصلوا إلى دمشق وإلى سوريا وإلى حتى وصلوا إلى هذه المناطق أيضا مرة أخرى فما كان يعني إلا أن قيض الله سبحانه وتعالى جندا من جنوني في الأرض أيضا بالجيش المصري معه وهو كوتوز الذي كان يعيش هنا هو وبيبرس فأرسل بيبرس بكتيبة استطلاعية أمامه وكذا فطبعا هذا في عين جلوت سنة ستمية سبعة أو تمانية وخمسين تكريبا قبلها بعشر سنين كانت في بقى حرب أيضا فينا في بلادنا في مصر حماها الله وحفظها اللي هي كانت الحملة تعلويس الويس التاسع من الحملة رقم سابعة حملة الصبار السابعة على بلادنا فطبعا هو جاي لدم الغرب برضو كده فحتى احتل دميات أو دخل خدها ودخل منصورة تقريبا وكانت في شهر رمضان كانت في شهر رمضان قبلها بعشر سنين نعم فهو دخل هنا ووصل للمدينة المنصورة ومعاه جيش تقريبا قوامه مئة وعشر ألف وآهل المنصورة تصدم والعلماء ساعتها كان الشيخ العز بن عبد السلام وغيره هم كانوا بيقودوا زي الشؤون المعنوية كده هم بيحركوا الشعوب وبيلهموا حماسهم فالفلاحين اشتركوا والشيوخ والعلماء والصنع والطجار إلى أخير وربنا عنهم لأن كان معهم علماء بما شاء الله عندهم إخلاص لله فحركوا الجانب الإيماني فيهم وكان بيقود جيوشنا هنا في المنطقة ابن شيخ الإسلام ساعتها كان اسمه الجويني شيخ الإسلام فابنه تقريبا كان اسمه قيسة أو كده المهم ابنه هو قائد الجيوش والشيخ العز بن عبد السلام رغم النضرير كان بيلهب المشاعر كانوا بسموه سلطان العلماء حتى فطبعا هنا بيقال أنهم قتلوا مئة ألف منهم من الصليبيين من الفرنسيين مع لويس وأثروا عشر تلاف وطبعا لويسة أثر في ضار بن لوكمان عندنا في المنصورة وقالوا أنه دفعوا له تقريبا أربعين ألف دينار في ده أو كذا حتى يعني يفكوا صراحة أو كذا فانتصرنا عليهم في شهر رمضان سنة 647 بقوة بسيطة ولكن كان معها الإيمان الكبير الجزئية دي مهمة جدا في حياتنا اللي احنا النهاردة يعني محتاجين نركز عليها شوي وفرصة لنا في شهر رمضان نشحن الطاقة شوي أن ده شهر إنتاج شهر انتصارات شهر عمل شهر همة شهر إرادة شهر بناء الشخصية المسلمة الفاعلة في الوطن وفي العالم بأسره ده تاريخنا هكذا ف647 معركة المنصورة 657 بعدها بعشر سنين عين جلوت كوتوس بيبرس ويبعث كتيبة استطلاعية تصل إلى فلسطين وإلى غزة تحديدا ويبدأ يقاوم بيبرس وينتصر يبدأ وراي الجيش الكبير كوتوس بالجيش الأكبر من كتيبة استطلاعية وبتنظف له المكان في وقت المنصورة اللي كانت قبلها بعشر سنين لويس حاول يستعين ببعض الصريبيين طبعا خافهم اللي كانوا لسه الجيوب اللي بطبقية من الحروب السابقة الحروب السابقة جون برضو نفس الصريبيين اللي قاعدين الجيوب دي وقوتوس وبيبرس بيتحركوا في المنطقة فقابلوهم في مناطقهم فقالوا لهم احنا ممكن نساعدكم الصريبيين اللي هم من أوروبا أو كذا نساعدكم في ضرب المغور أو التطار اللي جايين من وسط آسيا أو شرق آسيا فقوتوس وبيبرس قال لهم مش عايزين مساعدتكم بس أمي شيء ما تتعاونوش معاكم فقابل معاهم اتفاقية يعني احنا مش عايزين مساعدتكم احنا كافلين بس أمي شيء ما تخضروش وما تتعاونوش معاكم نعم وبالفعل وربنا سبحانه وتعالى أعان قوتوس وبيبرس طبعا طلع فوق جبل والمدينة كانت محصنة وهم تحصنوا في مدينة القدس إلى آخرة وربنا عنهم بالمنجانيك وغيرهم إلى أن فتحوا المدينة نعم فطبعا سيادتك فيه عايز أقول بقى فيه لقطة في اللقطة الأولى صلاح الدين لما فتح الكدس صلاح الدين لما فتح الكدس قتل من قتل وأثر من أثر ترك النساء والأطفال يخرجهم فكان اللي عايز يخرج حتى عشر دينار يدفع عشر دينار فادوا نفسه المرأة خامسة الطفل اتنين دينار نعم يعني المسلمين عندهم أخلاقيات وقيم نعم خلافا للحروب الهامجية والإرهابية التي نراها الآن تأخذ الأطفال والنساء والشيوخ ولا تراعي حرمة للضعفاء ولا تراعي حرمة نعم ولا إنسانية ولا قيم لكن تاريخنا هو المليء بالقيم وبالأخلاقيات حتى في الحروب نفسها نعم فالنساء النبيلات الذي سمح لهن صلاح الدين بالخروج أحياء ذهبوا ذهبنا إليه نعم وشكروه على هذا الموقف وقالوا له أعزك الله وأكرمك الله فأنت مننت علينا بالحياة حضرتك يا دكتور حدستنا عن عين جلوت وعن حطين وهل هناك ثمت تشابه ما بين هاتين المعركتين وحرب أكتوبر المجيدة؟ نعم الشبه كبير جدا أنه كان هناك تكاتف أو اتحاد من القوى العالمية ضد المسلمين شرقا وغربا يعني هؤلاء جاءوا من الشرق وهؤلاء جاءوا من الغرب نعم كذلك حرب أكتوبر كانت تكريبا أغلب دول العالم مع العدو التكليدي لنا مع كذا فهؤلاء أيضا القوة كبيرة والعدو كبير ونحن في مصر هنا الإمكانيات محدودة والعدد قليل ولا توازل قوة ببعضهما البعض ولكن في مصر الإمام بالله وهنا شهر رمضان نعم وهنا صاحب القرار اتخذ القرار في شهر يعني الجنود فيه في قمتهم نعم في استعدادهم الكامل استعداد بدني واستعداد معنوي وروحي الهمة عالية جدا هو شهر الروحانيات نعم وهذا للجندي أهم من الاستعداد البدن استعداد البدن مطلوب لكن هذا أهم نعم ولذلك رأينا حتى الشعوب الإسلامية والعربية بأكملها هما في حالة روحانيات في هذا الوقت نعم لا توجد الدنيا ولذلك حتى من لم يكن في الميدان كان يساعد حتى بعض الدول العربية نعم بالنفط أو بالبطرول أو بكذا أو بالطرق أو بقطع كذا أو على الأقل بالدعاء فكنا في هذه الحالة أنزك نعم أنا بشكر حضرتك فضيلة الدكتور عطى عبد العاطي الصنباطي على هذا اللقاء وإن شاء الله يتجدد اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله شكرا لسيادتك والسيادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير وحضرتك بألف خير يا فضل مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة على وعد بتجدد اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم